عايزين كمان بما اننا يعني كلمنا في البداية عن ماتشات الدور ثمن النهائي مبارح السنغال اللي طبعا عبارة عن كتيبة محترفين يعني سدي ومانيه بقى ورفاقه بالبلدي كده طلع عينهم عشان يقدروا يكسبوا طبعا الفريق المنافس كاب فردي اللي كان يعني ناقص منه هو كمان اتنين من اللعيبة بسبب الطرد منهم حارس المرمى السنغال فاسد بنتيجة اتنين صفر واللي شاف الماتش مبارح طبعا ادرك ان منتخب السنغال بالامكان والله يتخلب عليه في الماتش الفاصل المؤهل للمونديال وبإذن الله يعني بإذن الله خطوة بخطوة كده نحقق كل احلامنا الكروية احنا فعلا احنا جمدين يا اخوانا باختصار بس انا مش عارف ايه اللي خاصل معنا احنا اتحسدنا ولا ايه لا لا يعني بص لسه لسه ما نقدرش ان احنا بعدنا نروح للنزامية قوي بس طبعا التخوف ده لازم يكون موجود ووارد وحقنا ويعني تخوف شرعي زي ما بتقال جدا لان الوضع لحد دلوقتي مش بالمستوى اللي احنا كجماهير مصرية اكيد بنتمناه ولكن خلينا نشوف النهاردة بص النهاردة بقى الفايصل أنا النهاردة بعد الماتش خلاص حعلن رأيي تماما يعني لحد دلوقتي اولا الواحد مش عايز يقولها صراحة لحد دلوقتي بس بعد الماتش بتاع النهاردة خلاص اعتقد حيكون مات الكلام اتمنى ان الكلام يموتش واتمنى ان هم يفاجئون النهاردة بأداء ونتيجة غير متوقعة واتمنى ان احنا نوصل للنهائي كما نستحق انا بتفق معك ترجمة نانسي قنقر